السلام عليكم أخواتي إخواني متابقى قناة صحة غير دائي اليوم إن شاء الله سننتظر موضوع تنظيم الحرارة في الجسم وسنحاول أن ننمي هذا الموضوع بالإجابة على التساؤلات التالية ماذا عن تنظيم الحرارة في جسمك ما هي العوامل التي تؤتي في درجة حرارة الجسم كيف يعمل مبدأ تنظيم الحرارة في الجسم إذن ماذا عن تنظيم الحرارة في جسمك تنظيم الحرارة في جسمك أخواتي إخواني هي عملية تسمح للجسم بالحفاظ على حرارة الداخلية المركزية جميع آليات تنظيم الحرارة مصممة لإعداد الجسم إلى الاستثباب وهو الاستقرار والتوازن الداخلي فيه في حال ارتفعت أو انخفضت درجة حرارة الجسم الداخلية بطريقة خارجة عن نطق طبيعي يبدأ أخواتي إخواني الجسم باتخاذ الخطوات اللازمة للتعقل مع هذه الحالة فهذه العملية تسمى بتنظيم الحرارة وتساعد هذه العملية على التعافي وتجنب أي مشكلات صحية خطيرة قد تصيب الجسم فدرجة حرارة الجسم الداخلية الصحية تقع ضمن نافذة ضيقة فالشخص العادي بالمؤدل يكون لديه درجة حرارة أساسية بين 37 درجة و 37.8 درجة ويمتلك أخواتي إخواني الجسم بعض المرونة فيما يتعلق بدرجة الحرارة ومع ذلك أوصل الجسم إلى درجة حرارة القصوى يمكن أن يؤثر هذا على قدرة الجسم على العمل على سبيل المثال إذا انخفضت درجة حرارة الجسم إلى 35 درجة مئوية أو أقل ويصبح لدى الشخص حالة مرضية تسمى انقفاض حرارة الجسم ويمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى السكت القلبية أو تلف في الدماغ أو حتى الموت لقدر الله وإذا ارتفع درجة الحرارة الجسم إلى 42 درجة مئوية فما فوق ويمكن أن يعاني الشخص من تلف في الدماغ أو حتى الموت أيضا الأمائل العوامل التي تؤثر في درجة حرارة جسمك هناك أخوة إخواني العديد من العوامل التي تؤثر في درجة حرارة جسمك منها قضاء الوقت في مكان بارد جدا أو ساخن جدا ومن العوامل التي تزيد من درجة حرارة الجسم الداخلية هناك الحمى والتماري الرياضي للعنفاء وعمليات الهضم ومن العوامل التي تخفض من درجة حرارة الجسم الداخلية هناك قدم مخدرات شعب الكحول والمشكلات الأيضية أي استقلابية مثل ضعف عمل ونشاف الغدى الدرقية كذلك يعد الوطة أو إيبوتالموس أو الميهاد هو جهاز يربط الجهاز العصبي بجهاز غدد صمة عبر الغد النخامية إيبوفيز حيث يعتبر الوطة جزء من الدماغ المسؤول يعني السيطرة التي على تنظيم درجة حرارة الجسم فعندما يشعر بأن درجة حرارة الجسم الداخلية أصبحت مخفضة أو مطفعة يعني الحد الطبيعي طبعا يبدأ بإرسال إشارات إلى العضلات والأعضاء والغداد والنظام العصبي ويقوم كل منها بالاستجابة بالطرق المختلفة للمساعدة على استعادة درجة حرارة الجسم الطبيعية كيف يعمل مبدأ تنظيم الحرارة في الجسم؟ عندما تتغير أخوات إخواني درجة حرارة الجسم الداخلية تبدأ مستشعرات في النظام العصبي المركزي بإرسال الرسائل للوطة أي الجزء من الدماغ المسؤول عن تنظيم درجة حرارة الجسم وكالسجابة لذلك يقوم الوطة بإرسال عديد من الإشارات للأعضاء وأنظمة الجسم المختلفة وهي بدورها تستجيب من خلال الآلية المختلفة إذا كان الجسم بحاجة إلى التبريد فإن آليات ذلك تتضمن التعارق أي تقوم غدد التعارق بإفراز العرق الذي يساعد على تبريد الجلد عندما تتفع درجة حرارة ويساعد هذا على خفض درجة حرارة الجسم الداخلية وتوسيع كذلك الأوية تصبح الأوية التي تقع تحت الجلد أكثر التوسع ويساعد هذا على زيادة تدفق دم للجلد الذي يكون أكثر برودة بعيدة عن الأجزاء الجسم الداخلية التي تكون أكثر سخونة يسمح هذا الجسم بإطلاق الحرارة من خلال توزيعها وإذا كان الجسم بحاجة إلى الدفع تتضمن آلية ذلك التضييق الأوية بحيث تصبح الأوية التي تقع تحت الجلد أضيق مما يقلل من تدفق الدم إلى الجلد مما يحافظ على حرارة الأجزاء الداخلية من الجسم تذلك توليد الحرارة حيث تبدأ عضلات وأعضاء الجسم بالإضافة إلى الدماغ بإنتاج الحرارة من خلال العديد من الطرق فمتى تقوم العضلات بتوليد الحرارة من خلال الارتعاش وتوليد الحرارة بالهرمونات حيث تقوم الغدى الدرقية بتوليد الحرارة بإفراز الهرمونات التي تزيد من عملية الأيد أو الاستقلاب أو ما يسمى بعملية الحرق ويزيد هذا من الطاقة التي ينتجها الجسم ومن مقدار الحرارة التي ينتجها وحتى لا أعطي عليكم أتمنى لكم دوام الصحة والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة